اهلا بكم كل اعزائي المترجم المشاهدين والمتابعين اهلا بحضراتكم من كل مكان في العالم ومن كل مكان في الوطن العربي ومن كل مكان في الدول العربية الحبيبة والشقيقة حلقة جديدة اليوم وفيها اخبار مهمة جدا تتواطر على جميع وكلات انباء العالمية والمحلية فمعانا فاجعت الاطفال تهز بريطانيا وتعليق الدراسة واغلاق الطرق في المملكة العربية السعودية ومعانا كمان عاجل جدري القروض يظهر في مصر فاحذروا هذا التحذير لكل الدول العربية ومعانا المعلومة الطبية او المعلومة الصحية المفيدة كما طلبتم 90% من مشارك القناة طلبوا هذه المعلومة في كل فيديوهاتنا فمعانا لقلب كالحديد احرص على تناول هذه الاطعمة يلا بينا نشوف الاخبار بالتفاصيل وقبل ما نبدأ بفكر حضراتكم بعمل اللايك للفيديو ما تبخلوش علينا به لاستمرارية القناة وكمان يا جماعة ياريت تنشروا المعلومة وما توقفوش الفيديو عند حضراتكم انشروا المعلومة ليعرفها الجميع ولا تدعموا القناة واكسب خير وسواب في نشرك للمعلومة للاخرين واي حد جديد عايز يوصلوا كل جديد ياريت يشارك في القناة ويفعل الجرس هتشارك ازاي هتدوس على الزرار اللي تحت الفيديو اللي مكتوب عليه اشتراك او سبسكرايب بالانجليزي سيصل كل جديد في كل ساعة وكل لحظة واخيرا وليس اخيرا كما تعودنا في هذا العام الغريب العام اللي فيه حاجات لم نشاهدها من قبل هذا العصر الغريب جدا عصر الحروب وعصر الغلاء فهنقول اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والحروب وانزر رحمتك ولطفك على عبادك يا رب العالمين امين هنقول اللهم نستودعك الارض ومن عليها اللهم نستودعك كل شعوب العالم الابرياء كلمة امين اللي هتقولها مش هتخسرك حاجة ولكن ممكن تكسب بها سواب كبير ممكن تفتح لك ابواب كتير فيا ريت نقول الدعاء كله مع بعض يا ريت نقول امين ومليون امين ان شاء الله يلا بينا هنبدأ نشوف الخبر الاول معانا واول خبر معانا بيقول ايه اول خبر معانا المعلومة الطبية او الصحية حسب طلبات حضراتكم بيقول لقلب كالحديد احرص على تناول هذه الاطعمة وده خبر جديد وحديث معمول يوم السبت عشر ديسمبر عشرين اتنين وعشرين واحنا النهاردة يوم الاثنين اتناشر اتناشر عشرين اتنين وعشرين ونقرأ هذا الخبر هناك علاقة وثيقة بين صحة القلب والتغذية تعدى الاطعمة التي نأكلها والعادات الغذائية التي نتبعها من اهم العوامل في تعزيز صحة القلب والوقاية من المشاكل التي قد نتعرض لها في هذه المقالة سوف نخبرك عن افضل الاطعمة لتحسين صحة قلبك اولا الفاصلية والمكسرات تشمل هذه المجموعة بذور عباد الشمس وبذور السمسم وزبدة الفول السوداني واللوز والفول والعدس والبازلاء المجففة وغيرها من الاطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الصحية للقلب فربنا عطيك ايه؟ عطيك كنوز من كنوز الله سبحانه وتعالى على الارض وحاجات كتيرة جدا تقدر تختار منها اللي يناسب حضرتك وتعز الصحة قلبك عندنا كمان زيت الزيتون البكر او اي مصدر للدهون الصحية يعني ايه دهون صحية جماعة؟ يعني دهون غير مهدرجة يعني دهون غير تشحمية يعني دهون زي دهون زيت السمك وغيرها ويحتوي زيت الزيتون على احمد دهنية احدية غير مشبعة تعمل على خبض الكوليسترول السيء وهو مصدر مهم لمضادات الاكسادة التي تحمل خلايا البطانية من التلف بس بحذركم من زيوت الزيتون المخشوشة علشان ما تسترخص هتلاقي لتر زيت زيتون بما يعادل 300 جنيه مصري وزيت زيتون تاني بما يعادل 60 و70 جنيه مصري فلما تلاقي الزيت ده رخيص اوي لان زيت الزيتون عموما مكلف جدا وعشان تاخده بكر فهو مكلف فاوعي تقول اهو ده كله زيت زيتون لا انت هتلاقي التاني مصنع وعليه بلاوي سودة فافضل لك ما تجيبوش خالص احسن ما تسترخص وتقول اهو فيه ريحة زيت الزيتون ولكن يا زيت الزيتون من شركة معروفة في بلدك ولها مصدقية وتمنوا فعلا بيبقى غالي يا الا ما تجيبوش افضل عشان هتأذي نفسك بزيوت مهدرجة مقلدة كمان عندنا اللحوم تحتوي اللحوم على كثير من المعادن نصر الحديد والزنك المفيد لصحة القلب لانها توفر البروتين اللازم لتقويته من الافضل اختيار اللحوم قليلة الدسم للحصول على المعادن والبروتينات دون تعريض عضلة القلب للدهون زائدة التي لا تحتاجها والتي يمكن ان تطلفها بمرور الوقت وبردو جماعة هقولكم افضل لحمة ايه بيسموها اللحوم الماربل او اللحوم اللي مش حواليها دهون ولكن هتلاقي الدهون جوه زي التجزيعات بتاعة الماربل او بتاعة الجرانيت فيها تجزيعات دهون بيضة ولكن داخلية اي دهون حوالين اللحوم من الخارج هي تعتبر دحوم شحومية يعني دهون بتأسي او بتأسي ولكن الدهون اللي معمولة لكنها خطوط بيضاء في داخل انسجة اللحم وخطوط رفيعة ومرسومة زي الماربل بالزبط فهي دية اللحوم والدهون الصحية 100% كمان عندنا الخضار والفواكه تحتوي الفواكه والخضروات على المعادل الاساسية ومضادات الاكسادة التي يمكن ان تحسن صحة القلب وتحمل قلب من الامراض مثل الابوكات والموز والبرتقال والسبانخ ولكي تمتلئ بالالياك تؤكل طازقة وليس على شكل عصير كمان عندنا الحبوب الكاملة مثل الكينو او المعكرونة او الارز فان تناول الحبوب الكاملة يمكن ان يساعد في تقليل مخاطر اصابة بامراض القلب بنسبة تصل الى 30% كما انه يساعد على توازن الكلسترول في الدم وبالتالي يقلل من خطر الاصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية ولكن المعكرونة مثلا او المكرونة او الارز ما يجبش المكرونة المعمولة من الدقيق الكامل اي سوري من الدقيق الابيض ولكن المعكرونة المعمولة من الدقيق الكامل اللي هو لسه فيه قشرة او زي ما بنسميها في مصر الردة ففي مكرونة تلاقيها لونها غامق معمولة من الدقيق اللي موجود بيه قشرته او الردة وفيه ارز غامق برضو مش مبيض علشان لم تنزع منه القشرة الكاملة فعفاكم الله وعفانا وبالف صحة وعافية على الجميع هنخش بقى في الخبر التاني والخبر ده من جمهورية مصر العربية وعندنا مصر تسجل اصابة جديدة بجدري الكرود وتكشف السبب ولكن انا هنا قبل بتكلم عن مصر ودي حادثة مثلا حالة تانية او حاجة ولكن يا جماعة جدري الكرود بينتقل الان وبالزاد في بداية الشتاء بطريقة غير عادية في اوروبا ومنتشر بطريقة كبيرة جدا فخلي بالكم من اعراضه وخلي بالكم من اي حد اجنبي وخلي بالكم من الناس اللي بتشتغل في السياحة او تتواجد مع اجانب او في المطارات لان الموضوع هيبدأ يزيد في الفترة القادمة معنا الخبر ده يوم الاثنين اتناشر ديسمبر زي ما انتم شايفين التاريخ من سكاي نيوز عربية وبيقول كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية اصابة مخالط لحالة جدري الكرود التي تم اعلان عنها يوم تمانية ديسمبر الجاري بالفيروس واوضحت الوزارة في منشور على حسابها الرسمي ان المصاب يبلغ من العمر 34 عام وكان على اختلاط لصيق بشخص من المقامين باحد الدول الاوروبية استاء زيارته لمصر ويجري علاج المريض باحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان واعلنت وزارة الصحة والسكان يوم الثلاث تسجيل اصابة بجدري الكرود لشخص قضب من احدى الدول العربية في يوم 25 سبتمبر فاذا دي تاني حالة في مصر ولكن الخوف دلوقتي لانه انتشر في اوروبا فاي مخالط لاي حد من اوروبا حتى لو ما خلطوش هو نفسه ولكن لمس حاجة من اللي هو بيلمسها مسك كوباية من اللي كان مسكها حط ايده على زرار الاسانسير اللي كان ايده فيها جدري وجات على زرار الاسانسير فخلي بالكم اوي من اختلاط الاماكن اللي فيها اجانب لان الموضوع انتشر بقثرة في اوروبا وممكن ينتشر في الدول العربية وبيعدين ده فيروس بيتفشى يعني لو ظهر عند حالات كتير هيبدأ يحصل تفشي في المنطقة اللي ظهر فيها وعفاكم الله وعفانا دائما علشان باذن الله نعدي من هذا الشتاء وهذا المرض اللعين نخش على خبر تاني برضو مهم جدا وهنا زي ما احنا حذرنا من كام يوم وعملت لكم فيديو مخصوص لتحذيرات من السيول القادمة الى الخليج وبالذات السعودية فهنا بسبب السيول في مكة المكرمة السعودية تعلق الدراسة وتغلق الطرق وده بتاريخ يوم الاثنين برضو اتناشر ديسمبر لللي عايز يشوفه في التاريخ ويوثقه ولو شايفين الاشكال عاملت زي والشوارع عاملت زي تعرضت مكة المكرمة لسيول وامطار غزيرة في بعض المناطق وتعرضت امارة منطقة مكة المكرمة لسيول وامطار غزيرة في بعض المناطق يوم الاثنين اليوم وسط تحذيرات من الخروج الا في حالة الضرورة القصوى فيما علقت بعض الجهات التعليمية الدراسة بسبب السيول وعبر مواقع تواصل الاجتماع انتشر مواقع فيديوهات للسيول النتيجة عن الامراض وذلك في منطقة الشرائع في مكة واكد المتحدث باسم الدفاع المدني السعودي على اهمية الاغذ بالتعليمات عنده طول الامطار وعدم الخروج الا للضرورة القصوى مع اخذ الحيطة والحضر ولو شايفين يا جماعة الفيديوهات اللي معايا دلوقتي فيديوهات خطيرة جدا ومبينة ان الامطار غزيرة جدا ومش امطار عادية وربنا يعديها على خير ان شاء الله وعندنا كمان واضافة ان مدني مكة المكرمة يوباشر بلاغ احتجاز مركبة في احدى الطرق مؤكدا عدم تسجيل اصابات ولكن السيارة او المركبة احتجزت بسبب السيول ومن جانبها اعلنت جامعة الطائف تعليق الدراسة حضوريا في الطائف وفروع الجامعة جراء حالة الطقس على ان يكون حضور المحاضرات والدروس عبر الانترنت والانلاين وهو ما تم الاعلان عنه كذلك في كلية ومعهد الحرم المكي واما فيما يتعلق بالطرق اشار مركز ادارة الازمات والكوارث بامارة منطقة مكة المكرمة الى ان هناك اغلاق للانفاق بشكل احترازي بسبب الانطار دعين الجميع استخدام الطرق البديلة حفاظا على سلامتهم بحسب وكالة الانباء السعودية واس وعندنا هنا لو شايفين الصور واحتجاز المركبة واكن السيارة موجودة في نهر او في بحر فربنا يكون مع الجميع ويخلي بالكم ويريد تتبعوا تحذيراتنا احنا قلنا ده من خمس ايام وقلنا خلي بالكم من امطار السعودية وامطار مكة ربنا يحفظ جميع الدول الوطن العربي وجميع الدول العالم وتاني بكرر على الانسانية جماعة من يفقد انسانيته يفقد كل شيء فنخش للخبر القادم وهنا يوم الاثنين اتناشر ديسمبر من بريطانيا سقطوا في بحيرة متجمدة فاجعت الاطفال التي تهز بريطانيا وده من بريطانيا حاليا من ساعة فقط وعندنا في مأساة هزت بريطانيا يوم الثلاثاء وقبل اي حد ما يقول يستهلوا وهم اللي عملوا 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 احنا بنتكلم على اطفال وقلتلكم يا جماعة من يفقد انسانيته ويفقد كل شيء الاطفال ابرياء كون ان احنا عندنا مشاكل مع الحكومات فده شيء يخص السياسة وتخص الجيوش وتخص الوزراء والاقتصاد ولكن لما يكون طفل مهما كان هو ايه وفين فاحنا الانسانية قلتلكم اوعى تفقدوا انسانيتكم وتشمته في اطفال وهنا قالت الشرطة البريطانية ان ثلاثة اطفال لقوا حكفهم اثر سقوتهم في بحيرة متجمدة في حين يركو الطفل رابع مصاب في حالة حرجة بالمستشفى والكلام ده يوم الاحد بالامس 11-12 وبحسب صحيفة جارديان فان الاطفال الذين سقطوا في بحيرة بمنطقة ويست ميدلانس تبلغ اعمارهم 8 سنين و10 سنين و11 سنة يعني اطفال في قمة البراءة ولا يفهموا شيء بمشاكلهم مع العرب او غيره ولدى اخراج الاطفال من البحيرة في منتزه كذا في محمية طبعية كانت كلبهم قد توقفت عن العمل تماما من جراء السقوط في بحيرة متجمدة وجوريا ابلغ السلطات عن وجود 6 اطفال في البداية وفيه بص يا جماعة كمان عشان نعرف احنا هنسمع الفترات اللي جاية بسبب نقل نقص الطاقة ونقص الغاز في اوروبا بالكامل عن وفيات غير عادية بسبب التجمد وهذا ما قالوا علماء اوروبا ان ما في اوروبا سيموتون في الفترة المقبلة لن يموتون من الفيروسات ولكن سيموتون من التجمد بسبب نقص الطاقة والغاز وأماكن التدفئة فكل اللي هنقوله اللهم نستودعك كل شعوب العالم الأبرياء منهم احنا ملناش دخل بأي حد بيحرد على القتل أو العنف أو على التدمير ولكن اللهم نستودعك كل شعوب العالم الأبرياء بنهاية الفيديو لم يتبقى لي الا شكر حضراتكم على وجودكم معايا لهذه اللحظة كمان بشكر كل أعضاء هذه القناة وكل مشاركين القناة المحترمين مش قادر أرد يا جماعة على رسائلكم جاي لي أكتر من ألف رسالة على لما أنا قلت أن أنا تعبان شوية وعندي برد ولما قلت أن زوجتي في حالة خطرة أو بطلب الدعاء لها فمش قادر أقول لكم يعني سؤالكم ده على راسي وسؤالكم حسسني أن أنا مسنود على مئة ألف بني آدم وعلى مئة ألف واحد بيدعو فالشكر وكل الشكر والتقدير والاحترام لحضراتكم وكل دعواتي من قلبي لكل واحد ده مريض أو محتاج الدعاء بدعيله كل يوم فشكرا لحضراتكم وتاني بفكركم ما تبخلوش علينا جماعة بموضوع اللايك محتاجينه جدا للقناة وما تبخلوش علينا بنشر الفيديو ولا على أصدقائكم لتعم الفائدة وأخيرا وليس أخيرا نقول اللهم نستودعك الأرض ومن عليها ولو حد جديد ياريت تشارك في القناة ليصلك كل جديد أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام ختام على الجميع ترجمة نانسي قنقر